مجزرة سنجار في محافظة نينوى لا يزال صداها يسمع من به صمم فبالأمس القريب تواترت الأنباء الصحفية عن مقتل العشرات من سكان ناحية القيروان وإحراق جثثهم على يد ميليشيات يزيدية منضوية في ميليشيا الحشد واليوم يقرر ذو الضحايا الظهور على وسائل الإعلام ليروا بأنفسهم مرتكبة بأطفالهم ونسائهم العزل على أيدي الميليشيات عند قريطة القابوسية العايدة لليزيدية حشد اليزيدي يعني حشد اليزيدي ينتمون يعني دعون نفسهم على الحشد الجنوب بس هم حشد يعني ميليشيات يعني شا قل لك عليهم وخطفوهم من منطقة القابوسية 32 نفر راحوا حرقوهم وشتلوهم 52 شخصا ما بين نساء وأطفال ومسنين لقوا مصرعهم بعد دخول ميليشيا الحشد إلى قرية عين الغزال جنوب غربي الموصل حيث قتل هؤلاء وأحرقوا بداع صلتهم بتنظيم الدولة أم أحمد اتهمت جهات حكومية وميليشياوية وأخرى عشائرية بالوقوف وراء إبادة أسرتها أتهم أول واحد سعيد قاسم حسون شيخ الهسكان خديده كوتش وحسن نايفة جاسو هو راس الحية نايفة جاسو هو نايفة جاسو يعني راس الحية حسا عم سوينه يعني هم بالحكومة يعني هو حكومة هو ميليشيات بس من تميل الحكومة علي لالش آمر فوج لالش نقيب شكر جلال هبابي قادر مراد أحمد مطو جلال هبابي مختار قرية النصيرية الله ينتقم منهم شهادات أخرى لمواطنين من ناحية القيروان تعزز رواية أم أحمد وتؤكد أن ما فعلته الميليشيات بحق أبناء العشائر العربية السنية في نينوى هو الإرهاب بعينه من يدعي أنه يعمل تحت القانون ويعمل بقتل الناس الأبرياء ومصادرة حقوق الأجهزة الأمنية وقتل الناس الأبرياء فهو أشد شرارة من داعش فقاموا بقتل ثمان مزارعين وفي المجدر التي قبلها قاموا بقتل 52 فرد من مرأة إلى طفل إلى رجل مسلم في العمر ذو الضحايا ناشدوا المسؤولين وما زالوا على أمل أن لا تطوى صفحة هذه المجزرة من دون حساب لسيما وأن مفاوضية حقوق الإنسان في بغداد قد حملت في وقت سابق القوات الحكومية الموجودة في سنجار مسؤولية الحفاظ على رفات 52 طفلا وامرأة من القيروان قتلوا أثناء معارك السيطرة على الناحية ترجمة نانسي قنقر